اشتركوا في القناة وراح نشغل الخلاط خلاط اليو قصامة في فلزانو حاصل عبرات اختراع الخاصية تفصل البذور عن العصير بدون ما يقلل من قيم القذائية للخضار والفواكه بالإضافة الخاصية الثانية لمرة حبيتها لخاصية الدوران السريع فعصيركم اللذيذة رح تكون جاهزة بأقل وقت ممكن وعصيرنا اللذيذ سر جاهز شوفوا كيف طالع معاي العصير صافي بدون أي بذور مرة لذيذ ومنعش أنصحكم تجربونا وخاصبها الجو وبالعافية عليكم يا رو وصفتنا اللذيذة ثانية رح تكون سموثي التوت أو سموثي قبل التمرين رح نحتاج ثلاثة كواب توت استخدموا أي نوع تفضلون وراح نضيف عليهم العسل وراح نضيف عليهم الشوفان استخدم تقريبا هنا ربح كوب أو نصف كوب ممكن تستغنون عنها إذا ما تحبونا أنا هنا أضفتها علشان يعطينا طاقة قبل التمرين وبعدها رح نضيف القرفة آخر شي رح نضيف كوب من شراب الزبادي اليوناني إذا ما تفضلونه تقدون تستبدلونه بكوب حليب أي نوع تحبون مع ملعكتين زبادي يوناني وراح نشغل الخلاط خلاط اليوم قصامة بلزانو رح يجيكم بثمان شفرات صلبة وقوية بخاصية هرس الفواكه بالإضافة الخاصية الدوران السريع حصيركم اللذيذة رح تكون جاهزة بأقل وقت وبأكثر فائدة لأنها رح تحافظ لكم على القيمة الغذائية للخضار والفواكه وصفتنا اللذيذة سارة جاهزة نقل سموثي توت اللذيذة لها العلبة الأنيقة اللي رح تجيكم هدية مع الخلاط نقفل زين ونطلع مننا الهواء باستخدام الأداء اللي رح تجيكم مع الكوب ووصفتنا اللذيذة سارة جاهزة تقدرون تاخذونها معاكم لأي مكان وخاصة قبل التمرين مرة أنصحكم فيها وخلصنا جداً سهلة ولذيذة ومنعشة ضروري تجربونها وبالعافية عليكم يرب وآخر وصفة عندنا رح تكون سموثي الفراولة والموز أو سموثي بعد التمرين رح نحتاج كوب من شراب الزباد اليوناني تقدرون تستبدو لنا بكوب حليب عادي ما ملعقتين طعام زبادي يوناني ورح نضيف عليهم موز فراولة مجمدة استخدمتنا تقريباً كوبين وآخر شي رح نضيف ملعقة طعام زبادي الفول السوداني تقدرون تستغلون عنها إذا ما تحبونها ورح نشغل الخلاط من الأشياء اللي مرة حبيتها بخلاط اليوغا الصامت من بلزانو أن ساعة الخلاط كبيرة تقريباً واحد ونص لتر تقدرون تجهزون عصائركم اللذيذة بكميات كبيرة وبوقت قليل جداً بالإضافة لأنه آمن وقوي لأنه مصنوع من البي بي اي فري وأهم شي عندنا أن استخدامها مرة سهل وتنظيفها سهل رح تجيكم معا فرشة تساعدكم بالتنظيف ووصفتنا لذيذة سارة جاهزة مرة لذيذة وباردة ومنعشة وخصوصاً بعد التمرين ضروري تجربونها وبالعافية عليكم يرب وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو اليوم أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم وكان خفيف ورطيف عليكم وأشوفكم بالبدوهات الجاية إن شاء الله